خمسة وسبعون عاما على نكبة العام 1948 التي شهدت تحول نصف الفلسطينيين إلى لاجئين بعد خسارة العرب حرب الإنقاذ لتحرير فلسطين من الاحتلال الإسرائيلي المدعوم غربيا والذي ارتكب جرائم إبادة في القرى والمدن الفلسطينية وأعمل سياسة التهجير القسري خسارة فادحة منيت بها القضية الفلسطينية ومن آثارها خلق أطول أزمة متفاقمة للاجئين في العالم فثمت نحو ستة ملايين لاجئ من فلسطين مسجلين لدى الأنروا لا يزالون يعيشون وسط نزاع وعنف واحتلال ويتطلعون إلى حل عادل ودائم لمحنتهم وحق العودة إلى وطنهم الأصلي الأمم المتحدة التي كانت من أسباب النكبة في قرارها المجحف أواخر نوفمبر 47 بتقسيم فلسطين إلى دولتين يهودية وعربية ها هي اليوم تتفاخر بأنها لأول مرة ستحيي عبر اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه الذكرى الخامسة والسبعين للنكبة في مقر الأمم المتحدة بنيويورك من خلال تنظيم حدثين بينهما فقرات فنية في وقت لخص أحد الأدباء دور الأمم المتحدة بأنها وجدت لنقل المواطنين من بلدانهم إلى مخيمات اللاجئين الذكرى الخامسة والسبعون للنكبة تأتي والوطن العربي يعيش نكبات مركومة بعضها فوق بعض من خلال الغزو الأمريكي للعراق في عام 2003 مرورا بمخطط تمزيق البلدان العربية خلال فوضى ما سمي بثورات الربيع العربي مطلع العام 2011 وفي المحصلات تسببت الميليشيات المسلحة خصوصا المدعومة من إيران في تهجير عشرات ملايين المواطنين في الوطن العربي وجعلهم لاجئين في شتى أسقاع الأرض ليلتحقوا بركب قافلة النكبة الفلسطينية وإلى النازحين الحاملين على الكواهل من مجاعات السنين آثام كل الخاطئين